السلام عليكم البنات كديري لبس عليكم كنتمنى تكونوا انفان كما تشاهدوا هذا الفيديو اليوم نتمنى انها تعجبكم وتاخدوا منها افكار و ستكون عبارة عن كيكا باردة من دون فرن كجرائي عجدنا البنات والديدة بهينريس يمكن لكم تحضروها سواء في الصحور او لا في الصباح ديال العيد تحضروها لكم ولداتكم كجرائي عجدنا البنات والديدة والاهم في الامر انها كتتحضر في دقائق معدودة و مكوناتها بسيطة سوف نشارك معكم مكونات هنا عندي ستنتع العلب هنريس يمكن لكم تعودوهم بسابلي او ماريا اي بسكويت ديالشي البنات او بسكويت بودواغ اللي بريتون تومها او لعندكم توفر عندي نصف لتر من الحليب عندي الكريم باتيسير او بودرة الباتيسيري سنستعمل جوججل مع الاخكبار وهنا البنات كنوريكم ليسار شي ديال ديال كاكاو انا ما غنستعملهم شغي بغيت نوريهم لكم بالنسبة الاخوات اللي بغوا الحشوة تكون ديال شوكولاتة يمكن لهم يديروا جوج ديال ساشت ديال كاكاو فانا غضي نعودهم بالفانيليا يعني غنضير واحد الحشوة ديال الفانيليا و كما لاحطوا غضي نستعمل هاداك المول ديال الزجاج كيبقى لكم كذلك الاختيار تستعملوا اي مول عندكم مربع او لهاكده طويل المهم في الامر هو انه ضروري توضعوه من تحت واحد الفيلم أليمانتيغ بشم تبقى لكم تجيكم سهلة انكم تحيدوها و كتكون البناتها ديال مرحلة الأولى اللي غنبدا بها غضي ناخد الفيلم أليمانتيغ و غضي نصرحو هكده في اللفل الاناء ديال الزجاج و نحاول نوضعوها بواحد طريقة متساوية نديرو من هاد الجاها دي و من الجوانب كذلك و من بعد غضي ناخد البسكويت ديالي او السابلي هينريس عفوان و غضي نبدا نستفوها بواحد طريقة البنات اللي متساويوها كم قاعدة هتنديرو واحد القاعدة بالبيسكويت و من بعد موضات الفيلم أليمانتيغ غضي ناخد البسكويت ديالي و غضي نفتحوهم باش نبدأ نستفوهم البنات و غلي إشارة غضي ناخد هادوك البسكويت اللي مقاددين البنات و مهرسين شو مولي غضي نستفو غضي نستفلئينه و هادوك اللي مهرسين غضي نخليهم على جنب انا غنعود نستعملهم من بعد مقتلين بشكل لدينا كما تلاحظوه هاتم كمياة البسكويت ديت رهجتني هكا وقادة نستفاك بواحد طريقة لدينا تساويه وتبعيت الحال انتو معينيكم يجب عليكم بعض الفراغات يمكن لكم تعودوهم بشي طريفات الى اخير لان هاد شي كامل يتجمع من بعد ما تبرد مع الكريمة هاد شي كامل يتجمع ويعطيكم واحد الشكل دي المستطيل اللي كي يجيها كام قدم زيان سوف نخليها البنات الآن على جنب ونمشي مباشرة باش نحضر معكم الحشوة اللي غادي نوضع في الداخل بالنسبة للكريمة غادي ناخد واحد الكاسر غادي نوضع فيها نصف لتر من الحليب غادي نحرك لعناصر كل هالبنات فوق سطح العمل وهي باردة عاد من بعد غادي نوضعها فوق البوطة مويمة عندي نصف لتر من الحليب غادي نضيف عليه اربعة دي المعالق متوسطين من السكر سانيدة يبقى لكم الاختيار طبيعا للحال بالنسبة للسكر يمكن لكم تكتروا او لا تنقصوا ولكن كل ما نقصوا كل ما احسن وبالنسبة للكريمة دي الحلويات او الكريم باتيسيا فأنا غادي نضيف ما يعادل جوج معلق كبار مملوئة من الكريمة يعني هنا عندي واحد المعالقات غير متوسطة فانتو ما غادي نضيف القياس دي الجوج معلق كبار لبنات مملوئة من الكريم او من هاد البودرة هادي وتوضع العناصر كلها فوق النار بعد ما تحركوها فوق سطح العمل وتبقوا يا البناتك تتحركوا فوق النار متوسطة حتتتعقد ليكم وتوليها كاي خاطرة شوية وطبعا للحال كيبقى عنينا ميزانا بدلينا بقى شوية خفيفة نقدروا نضيفو الكريمة دي الحلويات وبالنسبة للبنات اللي بيسكويلي بقى ليه هنا غادي نضيف عليه العلب الاخرى وغادي نضيفوه البنات في الطحانة انا كنبغيها كي يجيني بحل الغبران ثمي كي يبقى لكم الخلطات بتو تهرمشوه هرمشو بيو تخليه شوية هكيا يعني باين بكي لكم تخليوه باين فانا غادي نضيفوه الخليط نتعيم بعد ما غادي يعقد كيف ما قلت لكم عم بقى مستمره في تحركة البنات فوقنا رمت وسطة وغادي ناخد واحد ساشية الفانيليا وغادي نضيفها لهذا الخليط كجيزوينه هكيا البنات وكتنسملينا كي ما قلت لكم هاد الحوشوه دينا او لهاد الكريمة وانتو مايلا بغيتوا تديرو هادية الشوكولاتي مكلكم دو فيها واحد دو ساشية الكاكاو هانتو ما البنات دو الشكل اللي كان حصل عليها كي ما قلت لكم كان بغيها كي يجي يجي يعني بحل غبرة ماشي غبرة قاع ولكن هكيا هكيا هرمش مزيان البنات وفي غي واحد لي مخصوص غيرين وانتو ما را كيبقى لكم الاختيار بتو تهرمشوه بزاف او تخليو شوية فاتهو كي يجيزوين البنات هنا كما كتلاحظو بالنسبة للكريمة دي برس كتتعقد برس كتتلع فيها هكذا كالبوخار وكتتعقد دابا البنات غادي نضيفو برس كتتعقد برس ك اللى ن Vict files. ثم مستمرو كتتعق لنا البحرين ونحاول ينجل توفع البيسكوي بمستمرو بطحنه forward and then rest�elin بزاف النهر ويضيف عليه على جنب ذا لا 두شكل التي نحصل عليها من بعد ما تعقدا تجيل لبنات أعitud تلحظو ما خفيفة وكتقيلى ل gran't because its growing just like and twitter لانه أصلا هي غير تبرد البنات تخطر و تجمد05 من الأحسن أن نجمدها بشكل فوق النار سوف نأخذ هذا المول الذي فيه البيسكويت ونضعها مباشرة وندخلها للتلاجة ونضعها في المول وهي سخنة لأنها لا تبردت كما قلت لكم تتعقدوا يمكن أن تكبوها في الداخل سوف نضعها لترطب البيسكويت والتي تكسير فيه بحال الكيكا ونأخذ الآن ونضعها من العلبة أخرى ونضعها لتغطيها ونضعها في السطح الكريمة ونضعها في السطح الكريمة ونضعها لتغطيها بسكويت ونضعها بالمضائج ونجدتها بتطلاجات بردالة من بعد الفطر بالنسبة لبنات الزين فانا غاد نستعمل واحد العلبة ديال الشانتين كما يمكنكم تستعملوا اي حاجة عندكم انا كنا نعطيكم فقط الفيكرة يمكنكم تزينوها بشوكولاتة او تزينوها بشي غلاسة اشتيروه هنتوما ومانا هندرت شوية ديال الشانتين غير الاشارة هاد العلبة هادية راها كبيرة لبنات ما غادش نستعمل هاد الكمية كاملة تقنبا يمكنكم تدروقي علبة صغيرة ديال ميتين جرام راها تقدكم ميتين جرام راها بالطراب الكهربائيلي انا ديجا فيها سكرت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضافة من بعد موضع الكريمة لان غن ناخد شوكواتة السوداء وغدا نحكاها كده في الحكاكل لان ما بقىش عند ديال بنات شوكولاتة تتلقى مشملة فهذا تاريق البنات بخاتيك اللي غاد ننزين بها هكوالب ديال الحلوة وكل استعمل ونعود ناخد هذا ونقضي كاملة البنات كيف ما تلاحطو هنا ونغطيها قاعدوك الجوانب بهذا الشكل غنخلي فقط طبقة للفوق اللي غنخليها في اللون الأبيض وغضي ناخد الان واحد الموزة هدي كتبقى كدلك اختيارية غضي نقطعها الى دوائل وغنزين بها سطح دي الحلوة ودهي كونا لبنانة دهو الشكل نهائي دي الحلوة نقطع لكم واحد المرصب رجاء الشكل تأتي من الداخل بعد ما كنخليها فقط ساعتين في اللاجة ونتمك يبقى لكم الإختيارية إما تخليوا البنان او الموزت لكم بهذا الشكل اما توضعوا عليه بعض الورقائق الشوكولاتة من فوق تهوكي يجيزوين بزاف في المنظر وفي المادة كيما كتلاحظو بهذا الشكل هذا وكتجيزوين البنات وباردة ومنعيشة فغير ما وكن نصحكم انكم جربة وتعجبكم وتعجبوا ليداتكم ويمكن لكم تحضروها وتاخدوها من بعد الفطور كتحلية او لفص حور او لفص بحدي العيد يعني كيبقى واحد له دي سيغل البنات اللي منعيش في نفس الوقت سهل ماهل ما كياخدش الوقت نهائيا وتيكونا البنات هذا هو الشكل ديالها من الداخل كيف ما كتلاحظو كتجيها كزوين البنات وهذاك الحشوة ديال الفانيليا كتجيها كباينة وشاد دراسة مكلك لكم تقطعها كيف ما بغيتوا البنات هنتم كما كتلاحظو وحتى ذاك البيسكوي كيولي يرتبها البنات كتولي فيه على تكستور ديال الكيك فكيوليها كرطب ومويلو مني كتاكلوها البنات وكتناولوه وصوفي هذا هو الشكل ديال الحلوة ديالهنريس اللي حضرت معكم اليوم كنتمنى انها تكون لالإعجاب ديالكم إلا كنتوا أول مرة كتشوفوني اليوم ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد للايك ديالكم وليكومنتر دائما تفرحوني وكيدعموني كنتم لكم موعد قريبا جدا فكرة جيدة وموضوع جيدة نقول لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة